اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وخير وكوفيد ناينتين يكون رحل لان احنا فعلا تعبنا جدا سنتين بنحاول ان احنا ناخد بالنا من صحتنا اوي اوي يعني لان هو اثر علينا سلبيا جدا ونفسيتنا فعلا تعبت اوي مش احنا بس العالم كله مشاهدينا النهاردة هيكون معنا فقرتين اول فقرة هنتكلم عن معلومة صحية وازاي اقوي جهاز المناعة خصوصا طبعا كوفيد ناينتين المشكلة كلها اللي بتدور حوالين فيروس كورونا ان انت ازاي تقوي جهاز المناعة بتاعك الفقرة التانية مشاهدينا وهي الصحة النفسية وهنتكلم عن اسباب والاج المشاكل النفسية المنتشرة في مجتمعنا في مصر طبعا والله هشرفنا الدكتور المتميز في مجال الطب النفسي الدكتور عبد العزيز ادم اخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية في الاول مشاهدينا هنتكلم عن ازاي ان انا اقوي الجهاز المناعة بتاعي وخصوصا كمان الاولاد المراهقين والاطفال لان طبعا اليومين دول بقينا ناخد بالنا كويس جدا لان كوفيد ناينتين اثر علينا وكل يوم بيحصل حالة وفاة وبنفقد عز الناس باننا سنتين فازاي اقوي جهاز المناعة اول حاجة النظام الغذائي المثالي ان انا اهتم بالغذاء السليم لاولادي وفي البيت ان انا اهتم بالغذاء بالغذاء والمية وشرب المية شيء مهم جدا وطبعا ازاي اتغذى الخضروات والفكهة والفيتامين سي طبعا ان انا اقتر من الخضار والفكهة في البيت للاولاد وشرب المية شيء مهم جدا جدا وكمان ااخد قصة من النوم وراحة لان ده بيقوي جهاز المناعة ثانيا ان كمان النظام اليومي يعني اللايفستايل بتاعك ان انت تبقى واخد بالك كويس جدا من النظافة الشخصية ده شيء مهم جدا وكمان تخسل ايديه كويس ونظافة الفم شيء مهم جدا والاسنان لان ده باي حاجة بتأثر بتأثر على الجهاز المناعة بتاعك طبعا ازاي اعرف ان انا جهاز المناعة بتاعي ضعيف ان انت في خلال السنة بتاعتك بيكون عندك دايما تعب وخمول وكمان ازاي حصل لك التهاب رأوي او اليوب الانفية ملتهبة او الشعب الهوائية او تساقط في الشعر او الشهية بتاعتك مش يعني مش زي الاول فدي كلها اعراض بتقولك ان انت جهاز المناعة بتاعك ضعيف ولازم يكون قوي لان طبعا الجهاز المناعي هو الخط الدفاعي الاول لحماية الجسم من الفيروسات والاوباء والامراض فشو مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من جهاز المناعة بتاعنا كلنا والاسرة والاولاد وكمان المراهقين اللي بيقلوا دلوقتي من على طول الوجبات السريعة من الشارع فده شيء خطير جدا فيما بعد الجهاز المناعي بتاعنا بيبقى ضعيف ومع الوقت ان هو ممقدرش يقاوم الفيروسات والاوباء زي كوفيد 19 دلوقتي كل كلامنا بيتكلم عن ان انت ازاي تقاوم الجهاز المناعة بتاعك طبعا من صغرين احنا كنا متأسسين كنا عندنا الوجبات بتاعتنا منتظمة فطار وغدا وعاشا وعلى طول كنا بنأكل خضروات وفكهة وبنبعد تماما عن الاكلات السريعة وكمان نبعد عن الازدحمات دلوقتي اي زحمة لازم نبعد عنها لان طبعا بتقدي الى مشاكل كتيرة جدا والعدوى طبعا عشان كوفيد 19 فشيء مهم جدا مشاهدين ان احنا نهتم بصحتنا خلال الفترة اللي جاية دي لان احنا في المرحلة التالتة من كوفيد 19 ويا ربي يبايد عنينا البيروس اللي عين ده اللي فعلا اثر علينا واثر على نفسيتنا وعلى الاقتصاد وعلى كل حاجة حوالينا فيا ربي يعدني الايام دي على خير الفقرة التانية مشاهدينا وهيكون معينا الدكتور عبد العزيز آدم اخصائي علم النفس السلوكي وعدوى الاتحاد العلامي للصحة النفسية وهنتكلم عن اسباب وعلاج المشاكل النفسية المنتشرة في مصر مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنا ونكمل حوار ورجع نالكم مشاهدينا ولسا مكملي معاكم صباح الصحة والجمال والنهاردة موضوع مهم جدا هنتكلم فيه ودي فقرة الصحة النفسية شيء مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من صحتنا النفسية خصوصا الفترة دي وكوفيد 19 كمان اثر علينا بطريقة سلبية جدا وهنتكلم النهاردة عن اسباب وعلاج المشاكل النفسية المنتشرة في مجتمعنا المصري وهيكون معينا الدكتور عبد العزيز آدم خصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية اهلا بحضرتك دكتور عبد العزيز اهلا بحضرتك الصباح الخير على حضرتك والاشراب وعلى كل الأجزاء المشاهدين مرسي طبعا ده شرف لي نتقابل رابع مرة أو خمس مرة الحمد لله دايما بس عبداللقاءات معلوماتك معلوماتك دايما دكتور عبد العزيز جميلة وموضوعاتك في غاية الأهمية وحضرتك اخترت الموضوع ده ان احنا برضو نتكلم فيه شيء جميل جدا طبعا دكتور عبد العزيز مع الفترة الأخيرة طبعا في الضغوط النفسية اللي احنا فيها اثرت علينا جدا فبالتالي احنا بمناش عارفين ان احنا فانهي مرحلة من المراحل هل احنا دخلين في مرحلة الاكتئاب او ان احنا دي حياة طبيعية بتاعتنا مش عارفين انا عن نفسي حصلت لي تجربة ان انا جالي فترة فمش عارفة هل دي انا دخلت في مودي اكتئاب ولا دي فترة بس كده ازاي اعرف بقى ازاي اعرف ان انا فعلا عندي حالة نفسية او اضطراب نفسي ولا دي مرحلة وهتعدي او مشاعر طبيعية بتحصل اي حد اعيز اقول لحضرتك اولا ده من اهم الاسئلة المتعلقة بالصحة النفسية يعني اعتقد السؤال ده امكانت سألته اكتر من مئة مرة من المتابعين ودائما الناس بيبقى عنده هل المشاعر اللي انا بمر بيها دي هي مشاعر انسانية طبيعية ولا اقدر اقول ان انا دخلت في مودي امرحلة من الخلل النفسي دايما احنا بنقول فيه فايصل هام جدا ما بين المشاعر الانسانية الطبيعية والسلوكيات الانسانية الطبيعية والخلل او المرض النفسي هذا الفايصل هو استمرار حياتي بشكلها الطبيعي وهوضح لحضرتك بامثلة للاعزائي المشاهدين عشان يبقى كلامنا محدد بشكل اكبر اول حاجة لو انا بتكلم على الحزن على سبيل المثال كل البشر لازم تحزن يعني احنا ما فيش اي حد على مستوى الارض هيعيش حياتي كلها في سعادة وفرح لازم هيمر بنوع من التحديات والكثير من المشاكل اللي هو لازم يتخطاها ودي بيتبني عليها كل خبراتنا الانسانية احنا كل الخبرات الانسانية اللي بنكتسبها بنكتسبها من المعضلات والتحديات والمشاكل اللي احنا بنمر بيها الشخص اللي بعيش حياتي كلها في سعادة ده هو عنده خلال نفسي لازم يتم يعني يعيد حسابات ويرجع لنفسه طب امت اقول اللي انا بمر بي هذا هو حزن طبيعي ولا هو ده دخلت في مرحلة الاكتئاب الفيصل زي ما قلنا هل تستمر حياتي بشكلها الطبيعي لو انا طالب انا بقدر اروح الجامعة وارجع البيت كل يوم بقدر ادخل امتحانات واستذكر دروسي وارجع هل لو انا شخص اعول اسرة مهتم بابنائي وبعد معهم كل يوم برغم من حالة الحزن اللي موجودة جوايا هل انا بنزل بروح شغلي وارجع كل يوم ولا وصلت لمرحلة ان انا من الانعزالية ومش قادر احتكب الناس ما عنديش القدرة ان انا انزل اروح شغلي ولا ارجع اخر اليوم وبالتالي خلاص هنا المشكلة اللي انا حاسس بيها اثرت على مسار حياة الطبيعي هنا يبقى لازم نحط خط ونقف ونقول هناك مشكلة نفسية يجب الوقوف عليها ومعرفة اسبابها وعلاجها يعني يا دكتور عبدالعديز لما حس ان انا فعلا مش قادر اروح شغلي مش قادر اتعايش مع الناس هنا هنا النقطة اللي لازم نقف خوقعت كده في حتة مش قادر اتعامل مع الناس حاولت انه حتى الاولويات اللي في حياتي سواء فيما يتعلق بالابناء في البيت او انا لو انا طالب عندي الاولويات اللي هي المتعلقة بالدراسة والاستذكار دروسي وانا انا ادخل لامتحانات يعني بعض الطلاب بتوصل لمرحلة انه فعلا مش قادر يروح لامتحانات والناس من حواليه بتحس ان ده نوع من الدلع لكن هو فعلا وصل لمرحلة من الاكتئاب او مرحلة من الخلل النفسي ومش قادر يعني هو دي عدم مقدرة كاملة حتى لو ارغم نفسه مش قادر فهنا لازم نوقف عندها ونقول دي مشكلة لان انا حياة الطبيعية انا لما بروحش شغلي مثلا وارجع كل يوم واتابع حياة الطبيعية الحياة لن تستمر يبقى هنا لا يبقى لازم نوقف ونشوف ايه المشكلة ونعالجها وده سؤال مهم جدا يا دكتور عبدالعزيز ايه هي الاعراض يا حدوط الجو يعني هي الاعراض الاولية على طول اللي انا اتجه للدكتور النفسي على طول بالنسبة للجوء للطبيب او الاخصاء النفسي في نقطة لو تسمحيلي اوضحها لان فيه برضو مفهوم مغلوط يعني احنا عشان نتناول الصحة النفسية لازم ابدائيا نصحح المفاهيم المغلوطة احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي انه اي حد بيروح للطبيب او الاخصاء النفسي ده يتهم بالجنون وده بعض الاعمال الفنية وبنشوف الكلام ده يمكن في الافلام الاديما كتير بتلاقيه وانا مجنون عشان اروح لدكتور نفسي لا وبيكتب في السي في بقى بتاعته انه هو في دبريشن او حالي طبعا لا ده مشكلة يعني انا عجبني المقدمة اللي حضرتك بدأت بيها لما اتكلمت عن الصحة الجسدية وازاي نقوي منعتنا عايزة اقول لحضرتك وكل الاعزاء المشاهدين ان الصحة النفسية هي من الاهمية بمكان مثل الصحة الجسدية تماما احنا اتكلمنا ودينا كورونا كمثال اغلب الحالات التي شفيت شفيت من غير ما يكون فيه فاكسين احنا الفاكسين ريسنت او مؤخرا احنا اكتشفنا لكن كل اللي شوفي شوفي من ايه من المناعة الزاتية والمناعة الزاتية عمره ما بتكون في احسن حالتها الا لو حالت النفسية في احسن حالتها يعني الحالة النفسية دكتور عبدال متأثر على جسد ومنعتي وتقبلي للمرض عايز اقول لحويتك احيانا بعض الناس بيبقى عنده مشكلة امراض كتيرة جدا هو حسس بيها وروح لأي دكتور دكتور القلب دكتور ياسل القلب الضوت كل حاجة تمام بس انت عندك مشكلة ما احيانا المشاكل النفسية تؤدي الى مشاكل الجسدية وما بيبقالهاش اي تفسير عند الاخصائيين انت عارف دكتور عبدالعزيز سألو الدكتور مجد ياؤوب قالوله اي اكتر حاجة بتوجع القلب يعني قال لهم الحزن صح والحزن متعلق بالحالة النفسية كلام دقيق جدا صح لانه هي المشكلة في ايه انه كل ما زود الاعباء النفسية علي انا بسقل على كل الاجهزة في جسمي احيانا بيبقى الشخص حاسس بصداع نصفي وصداع نصفي مزمن وبشكل مستمر يجي يعمل كل التحليل ورسمه واشعه ولقى الدنيا تمام بس هو حاسس بعض الصداع نتيجة هذا التفكير المستمر والضغط المستمر على كل اجهزة الجسم في لحظات معينة بتنهار وما بتقديش عملها بالشيء المنطبية مزبوط فبالتالي بتأثر على الحياتنا العملية والاسرية وكل حاجة طب العلاج ايه يا دكتور عبدالعزيز يعني انا لو حستي ان انا فعلا دخلت بقى في المود الاتقاب او توطر والقلق بتاعي ده وان انا على طول عندي مشاكل بس مش قادرة اخد قرار يعني مش قادرة ان انا زعلانة من حد بس مش عارفة لا روح اعاتب بلا روح اتكلم ففي موضية كتيرة في زيني فبتأثر طبعا على حالة النفسية فيه عايزة اقول لحباتك فيه حل بسيط جدا وسحري وهقوله لكل الاعزاء المشاهدين اللي بيسمعون اول حاجة لما تكلمنا عن تصحيح مفاهيم العلاج النفسي وان كان الموضوع ده مش سهل ان احنا نتغلب عليه او نتلشاه بس هقول حل بديل ولكن احنا بس عايزين الاول نصحح فكرة ان انا لما بلجأ للاخصاء النفسي انا بعمل زي الميديكال تشيكب ممكن اكون بكامل صحتي وبرجع للاخصاء النفسي للاطمئنان على صحتي النفسي زي ما بعمل الميديكال تشيكب على جسمي تماما طيب الموضوع ده مشكلة ازالية ولا تحل بين يوم وليلا ايه الحل البديل اللي انا بقوله ان انا بعمل باب يسمى بالفنت او تخريج هذه الطاقة السلبية اللي عندي يا جماعة ودي دايما بكررها ان احنا دايما نتحدث نخرج اللي بداخلنا يكون فيه شخص مقرب مني اتكلم معه الطاقة السلبية دي اه يكون فيه ثقة لان انا بكلمه في ادق اسرار حياتي وعايز اقول الله حدثك كمان في حل تالت هقوله دلوقتي بس بعد بركز على النقطة دي اللي هو خروج هذه الطاقة السلبية اللي جوايا لما يكون فيه حد مقرب مني وانا بكلمه عن ادق اسرار حياتي احيانا انا عايز اقول الله حضرتك مجرد سماعي للشخص انا بساعده نفسيا كلنا ممكن يتحول الى اخصاء نفسي ويساعد الاخرين عندما يستمع لي مجرد بس الانصاط لي والاستماع واحيانا انا بسمع ان هو بيعمل حاجة اسمه روت كوزا ناليسس او تحليل اساس المشكلة وبيوصل للحلول من مجرد الحوار معايا احيانا مابدلهش حلول بس مجرد ان هو خرج الطاقة السلبية اللي جواه وتكلم عن مشاغل وتكلم عن الاشياء المحبطة لي هو بيلاقي حلول طب ايه الحل التالت لو انا ملاقيش وفي ناس كتير على فكرة كده يجي يقول انا هتكلم عن ادق اسرار حياتي ممكن الموضوع يفهم بشكل خاطئ او يستخدم ضدي في يوم ما او اللي بسماني ده يقولي على حاجة غلط او يوجهني بشكل خاطئ بنعمل الفنت بطريقة تانية بيني وبين نفسي باجي اجيب ورقة واكتب فيها كل السلبيات والاحباطات اللي انا بمر بيها وانا مش بكتب مقالة لانا بكتب مقالة هتتنشر في جريدة وانا بكتب قصة عشان تبقى أدبية انت بتخرج كل اللي جواك بمنتهى التلقائية وعايز اقول لحياتك فيها نقطة نفسية برضو والناس ممكن يقول طبما انا افضل اعيد الموضوع في ذهني مثلا لما انت بتكتب بيحصل المخ بيبدأ يقرى معاك فكأن انت بتخرج هذه الطاقة السلبية اللي جواك فدي عبنسمع زي سيميوليشن او محاكاة لاخراج الحوار واخراج الطاقة السلبية اللي جواك لشخص صح يا دكتور عندنا حلول كتير عندنا حلول كتير فعلا بس احنا يعني نهتم بس صحتنا النفسية طب دكتور في بند مهم جدا الاطفال الاطفال طبعا هم حياتنا بس للأسف دلوقتي بدأوا يخشوا يعني بدأوا فريسة للتكنولوجيا وللحاجات دي كلها طيب ازاي ان احنا اول حاجة الخطورة اللي هم بيمروا بيها والحاجات السلبيات يعني بتأثر عليهم ازاي وازاي برضو العلاج يعني لازم نشوف العلاج لهم ايه احنا عندنا مشكلة خطيرة جدا فيما يتعلق بالتكنولوجيا ودي خلينا بس نبقى منصفين ونوضحها ان احنا مستهلكين سلبيين للوسائل التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا الى مرحلة الادمان ممكن نتناولها في لقاء كامل يعني لان كلمة ادمان هنا ادمان باللفز والحقيقة بيوصل المخ ان هو بيفرز بعض المواد الكيميائية اللي بتشعرني بالارضاء وبقى في احتياج لها بشكل مستمر فاصبحت مثل الادمان الحقيقي التكنولوجيا دي موجودة في حياتنا ليه عشان تسهل حياتنا توصلنا للمعلومة بضق واسرع وسيلة ممكنة بتوصل نحن في مرحلة الكوفيد تعمل تحمي صحتنا حتى الجسدية من ان احنا نحتك او يبقى عرضة للاصابة للمرض فوجود التكنولوجيا اصبح مهم جدا جدا في حياتنا وما ينفعش باي حال من الاحوال اي حد منصف في الدنيا يقول لك عشان سلبية التكنولوجيا تعالوا نتغلب عليها ونعتزل التكنولوجيا ولا نستخدمها ده يبقى شخص يعود بالزمن الى الوراء والتخلف للأسف طيب احنا البديل هنا البديل انه يكون هناك استخدام عادل ومنصف للتكنولوجيا لما نيجي نتكلم على الاطفال السؤال اللي حضرتك تفضلتي بطرحه ان الاطفال عمتا فيهم مشكلة كبيرة لما بيقعد بشكل مفرط على الجيمز طول اليوم او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي بيحصل له حاجة بنسميها في علم النفس الاوتزم او التوحد التوحد هنا مش التوحد حتى المرضي انه ما بيبقاش عنده اي قدرة انه يحتاج يتعمل مع الاخرين او يتعمل مع الاخرين ودي على فكرة بتلاقي اثر كتير بتشتكي بيقولك ابني او بنت مش عايز يروح حتى يزور جيرانه لما بيبقى فيه موجب مجتمع من الناس بيبقى رتبل او مش متزبط نفسيا مش حاسس والتواصل مع الاخرين شيء مهم جدا دكتور عبد العليز انا دمرت التطور عنده احنا تطورنا ونمونا وخبراتنا بنكتسبها منين هل من شخص في ذاته لا من التواصل مع الاخرين من التواصل مع الاخرين وتعلم منهم هم بيتعلموا مني لما انا بعزله تماما الامر اصبح فيه خطورة خطورة شديدة جدا فلازم تقنين اللي انا بقوله لا نمنعه ولكن يكون هناك تقنين ومراقبة دائمة من الاصل من الاباء والامهات شيء ضروري جدا طيب دكتور عبد العزيز ايه الامراض المنتشرة في مجتمعنا المصري بالنسبة للحالة النفسية بتاعتنا اكتر الامراض اكتر الامراض المنتشرة وعايز اقول لحالتك برضو احصائية بسيطة اكتر الامراض المنتشرة هي مراحل الحزن اللي بيصل لمرحلة الاكتئاب نتيجة اي معضلات نفسية او مشاكل اللي احنا بنمرر بيها سواء كانت مجتمعية او شخصية بتخص الشخص بعينه واحنا ما بيبقاش عندنا الثقافة او القوة الكافية ان احنا نواجه هذه المشتاكلات وبالتالي يتحول الامر الى نوع من الانهيار والاحباط والاستسلام لها ويؤدي حتما الى الاكتئاب الاحصائيات بتقول حاجة برضو مقلقة شوية ودي هتبين لنا برضو اسباب المشاكل النفسية اللي احنا وصلنا لها انه دايما النساء في الشرق الاوسط ومصر واحنا جزء منها النساء بتبقى ضعف الرجال في اي مرض نفسي لو انا ديت الوسواس القهري كاحد الامثل وسواس القهري المرضي النساء ضعف عدد الرجال يعني احنا لو بنتكلم على مستوى العالم بيبقى حوالي 2% من البيبيوليشن او عدد السكان في مصر والشرق الاوسط احنا وصلنا ل3% وسواس قهري مرضي 2% نساء و1% رجال السبب وراء ده ايه؟ ان احنا كمية الضغوط النفسية التي تتعرض لها المرأة للأسف في مجتمعنا وخلينا نتكلم احنا في علام حر ولازم نطرح هذه الخضايا ان احنا للأسف اصبحنا الى حد كبير نغفل حق المرأة دور المرأة ما بقى هي المفروض انها تربي وهي المفروض انها تشيل المسئولية البيت وهي المفروض تشيل مسئولية الابناء كل هذه الاعباء اللي انا بحملها لها واصبح دور الاب هو الشخص اللي هو عبارة عن كاشماشين والشخص الذي يدر للأسرة فقط وطبعا يا دكتور عبدالعزيز لازم الاب بكل دور قوي في الموضوع اصبح الدور التربوي مغفل والعب على الام تنام طبعا بشكورك دكتور عبدالعزيز لان طبعا الحوار مع حضرتك ممتع وجميل وللأسف في الوقت خدنا فان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية بإذن الله لان في موضوع الكذب عند الاطفال ده عايزين نتحور مع بعض فيه في حلقة جاية ان شاء الله طبعا بشكور الدكتور عبدالعزيز آدم اخة صائع علم النفس السلوك وعدوى الاتحاد العالمي للصحة النفسية على معلوماتك القيمة والجميلة بشكرك جدا وان شاء الله تكون لنا لقاءاتك أشكرك مشاهدينا مفيش أعز من الصحة النفسية طبعا لازم ناخد بالنا كويس جدا من أطفالنا ومن المراهقين وحياتنا كمان بتتأثر بالصحة النفسية جدا فلازم نهتم بها كويس جدا ولازم نحكي ونتكلم فعلا عنها لان ده بيأثر على حياتنا بشكل سلبي اذا كان عندك اكتئاب او توطر من اي شيء فشيء جميل جدا ان انت تهتم بالموضوع لان ما فيش مجال ان انت بعد كده تتحدث مع اي حد مش موثوق فيه فطبعا بنشكر ضفنا العزيز النهاردة الدكتور عبد العزيز آدم أخصاء علم النفس السلوكي وعدوء الاتحاد العالمي للصحة النفسية ويا رب يكون حلقتنا عجبتكم وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني متجدد ومتنوع اشوفكم في حلقات قادمة وصباح الصحة والجمال يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة Rescue معرحة البل يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة charming معرحة unbel اشتركوا في القناة